السلام عليكم اليومنا متوجدين على ضفاف واد الحراش بموقع الحصن العتماني وهنا نشاهد جزء من التهيئة من جانبين لكن نلاحظ ان التهيئة هذه بطيئة جدا وهنا نشاهد كذلك وضع الاعميدة الكهربائية على طرف الطريق هذا الممر ونشاهد في الافق هنا الجسر المؤدي الى جامع الجزائر وهنا نلاحظ الحصن العتماني هنا يا احد الحصن الستة المتواجد على طول شريط خليج الجزائر هذا هو الحصن هنا يا الذي يعود للحقبة الخلافة العتمانية لقم السبع عشر والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة